كثيراً ما يواجه الأشخاص في البحار الكثير من المواقف الخطيرة والمرعبة التي تحدث مع الكثير من الحيوانات التي تعيش في المياه والتي لا يمكن رؤيتها بسهولة ومن حسن الحظ أن بعضاً من هذه المشاهد تم تصويرها وتوثيقها على الكاميرا ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضاً من هذه المقاطع التي سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد هيا بنا نبدأ هكذا يوجد نوع من الأسماك مصاب بمرض البهاق وهذا المرض يجعل السمكة تظهر بهذا الشكل ومن النادر اكتشاف السمكة المصابة بهذا المرض ولكن هذا الرجل يتمتع بحظ سعيد حيث استطاع اكتشاف هذه السمكة وفي هذا المشهد الآخر يظهر لك مدى الصعوبة التي كان يواجهها هؤلاء الرجال في محاولة وضع هذه السمكة على القارب موسيقى 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 اشتركوا في القناة من المعروف أن سمكة التونة تعتبر واحدة من أصعب الأسماك التي يواجه الصيادون صعوبة كبيرة جدا في صيدها وعلى سبيل المثال هذه السمكة التي تراها أمامك وزنها يصل إلى 774 رطل ويقال أن أغلى سمكة تم بيعها من هذا النوع في مزاد علني بمبلغ مليون وسبعمائة وثمانين ألف دولار وتعتبر عملية صيد هذه الأسماك في اليابان واحدة من العمليات المشهورة جدا ويتم استخدام أدوات مميزة في عملية الصيد تختلف عن باقي عمليات الصيد المعروفة اشتركوا في القناة هكذا تم تنفيذ هذا المقلب في هذا الرجل حتى اكتشف أنه يقوم بصيد هذه الطائرة الهوائية هل يمكنك تخيل مدى وزن هذه السمكة لدرجة أن هذا القارب كان على وشك الانقلاب وهم يحاولون رفعها فوقه يوضح لك هذا المقطع مدى قوة هذه السمكة التي كانت قادرة على سحب هذا القارب في مشهد خطير جدا تم اخراج هذه السيارة من المياه ومن حسن الحظ اتضح أنها كانت تحتوي على كم كبير جدا من الأسماك كما هو واضح في هذا المقطع مما يؤكده على الحظ السعيد لكل هؤلاء الرجال الذين كانوا يقفون في وقت الصيد بعض من الخطوات التي يتبعها الصيادون في فنلندا في عمليات الصيد والتي تثير إعجاب الكثير من المشاهدين تخيل لو قام أحد الأشخاص بوضع قدميه في المياه في هذا الوقت استطاع هؤلاء الصيادون الحصول على كمية كبيرة جدا من الأسماك مما يوضح لك الرزق الكبير الذي استطاع هؤلاء الرجال الحصول عليه هكذا يحاول القناصون قضاء العطلة الخاصة بهم في عملية صيد الأسماك بهذه الطريقة الجذابة من حسن حظ هذا الرجل أنه استطاع صيد بعض من الأسماك وهو يقف في الشرفة الخاصة به بهذا الشكل عند تزيين الحديقة بهذا الشكل سوف تجذب انتباه الكثير من الحشرات في بعض الأحيان يذهب الكثير من الأشخاص إلى هذا المكان لكي يتمكنوا من رؤية بعض من هذه العروض الرائعة وهذا ما جعل هذه المركبة تظهر كما لو كانت وحش يقوم بالتهام هذه السيارة بهذا الشكل موسيقى 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 تعتبر هذه واحدة من الطرق أيضاً التي يتم اتباعها في عملية صيد الأسماك موسيقى هكذا استطاع هذا الشاب الحصول على الطعم اللازم للصيد ولكن ما نوع المخلوق الذي سوف يتم صيده باستخدام هذا الطعم موسيقى مشهد رائع للغاية استطاعت فيه هذه الفتاة الخروج من المياه وهي تمسك معها هذه السمكة العملاقة موسيقى موسيقى يوضح لك هذا المقطع مدى الصعوبة الكبيرة التي يتعرض لها هؤلاء الرجال في عملية صيد الأسماك بهذه الطريقة المخيفة موسيقى تعرض هذا الرجل إلى السقوط في المياه أثناء محاولة صيد هذه السمكة مما يؤكد على صعوبة الموقف الذي كان يتعرض له موسيقى استطاع هذا الصياد الحصول على هذه القذيفة التي يقال أنها كانت تعود إلى الحرب العالمية الثانية ومن ثم قام بتقديمها إلى خبراء القنابل والمفرقعات حتى تم تفجيرها بطريقة آمنة في المياه كما هو واضح أمامك موسيقى لو لا استخدام هذه الآلة المتخصصة في عملية حفر الأنفاق لكانت عملية حفر الأنفاق تحدث بصورة أبطأ بكثير مما هو متوقع موسيقى بهذه الطريقة يتم صناعة بعض من الضل في المياه وهذا ما يجذب انتباه الكثير من الأسماك حتى تتم عملية الصيد بطريقة تقليدية ورائعة للغاية موسيقى من الواضح أن هذا الشاب كان يواجه صعوبة كبيرة جداً في محاولة الحصول على هذه السمكة العملاقة التي لم يكن قادراً على إيجاد المساحة الكافية لوضعها على القارب موسيقى موسيقى نحن ذراً مجرد سنقر سنقر مجرد مجرد فقط شديد شديد وليست بس شديد هكذا في بعض الأحيان يستخدم بعض الصيادين الطيور في عملية صيد الأسماك حيث أنها تحقق فعالية كبيرة وتساعدهم في صيد كميات كبيرة من الأسماك كما هو واضح أمامك في هذا المقطع من حسن الحظ أن هذا التمساح لم يقم بتشكيل أي خطورة كبيرة على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا موجودين على متن هذا القارب هل هذا هو أول شخص يستخدم الطيور كطعم لصيد الأسماك بهذه الكمية الكبيرة؟ كان هذا الرجل قادراً على صيد أكبر سمكة من هذه الفصيلة بهذا الشكل الذي يوضح لك مدى صعوبة القيام بعمل هذا الشيء وفي الحقيقة أن الكثير من الناس يتنافسون مع بعضهم البعض من أجل تحقيق رقم قياسي للحصول على هذا الشيء على الرغم من توفر عدد كبير جداً من الأسماك في هذا المكان إلا أنه يوجد مجموعة من الأشخاص لن يستطيعوا صيد سمكة واحدة بسبب حفظهم السيء هذا ما يجعل عملية صيد بعض من الأسماك مكلفة وباهظة للغاية أثناء واحدة من عمليات الصيد تعرض الهاتف الخاص بهذا الرجل إلى السقوط في المياه مما دفعه إلى النزول خلف الهاتف في أسرع وقت ممكن وكان الهاتف يقوم بتسجيل ما يحدث وظهر لنا بهذا الشكل في بعض الأحيان تتعرض السفن إلى دمار خطير عند عملية إنزالها إلى المياه ولكن في الحقيقة أنه عندما تتم هذه العملية بطريقة سليمة تكون رائعة للغاية كما هو واضح أمامك هكذا يظهر لك كيف أن هذه السمكة العملاقة كانت قادرة على افتراس والتهام باقي الأسماك التي كانت توجد حولها من الممكن أن يقيم الشخص حفلاً في المنزل الخاص به ويؤدي هذا إلى تلف السقف الخاص بالجارب الأسفل كما حدث في هذا المقطع بطريقة مرعبة جداً هل تعتقد أنك لديك الجرأة الكافية على البقائم هؤلاء الأشخاص بين هذه الكمية الكبيرة من الحشرات؟ موسيقى 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 هذا هو الرزق الكبير الذي من الممكن أن يحصل الشخص عليه بسبب محاولة البحث عن الرزق في المياه بهذه الطريقة موسيقى 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 لدى هذا الرجل مهارة وخبرة كبيرة جداً في إلقاء السنارة في المياه لمسافة بعيدة جداً بهذا الشكل موسيقى 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 ما هي هذه الطريقة المتبعة في عملية الصيد الواضحة في هذا المقطع؟ موسيقى هكذا كان هؤلاء الشباب قادرين على الاحتفال بهذه الطريقة بعد تحقيق ما كانوا يحاولون القيام به موسيقى 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 هكذا تحتوي هذه البحيرة في أمستردام على الكثير من المركبات التي يتم إخراجها بصورة مستمرة بهذا الشكل موسيقى موسيقى هكذا تستحق هذه القطة جائزة أفضل صياد في العالم موسيقى 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 بينما كان هذا الرجل يقوم بصيد بعض من الأسماك كانت الأسماك الأخرى تقوم بعضه في القدم بهذا الشكل موسيقى موسيقى هل يمكنك التنبؤ بمدى كبر حجم هذه السمكة التي كانت قادرة على تحريك خيط الصنارة بهذه السرعة الكبيرة؟ موسيقى هذا الرجل هو دليل على الحظ السيء في محاولة صيد سمكة واحدة من بين كل هذا العدد الكبير من الأسماك موسيقى 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 لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى